السلام عليكم. السلام عليكم. مجلاب والإمن والرحل القدس. سأتحدث اليوم بحاول سؤاله لكل المسيحيين خاصة الكاتوليك منهم. وللأسف يتحدث معهم المسيحيين آخرين بحاول هذا الموضوع. سأتحدث معهم المسيحيين. يعتمدوا كل ما يريدون يسألون أو يحكوا حول هذا الموضوع على آية أو آيتان من سفر الخروج. تحديداً عشرين أربعة أكتر شيء يركزون على هذه. وعلى آيات تانية إنما هذه تركيزهم تكون من العهد القديم. بتقول الآية بعشرين أربعة خروج لا تصنع لك تمثالاً منحوتاً ولا صورةً مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد لها ولا تعبدهم لأني أنا الرب إلهك إلها غيور أفتقد ذنوب الأباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع وهكذا كان. طيب أول شيء بدي أقول إنه المؤسف إنه اللي بيجي بيحكي معنا بهذا الأسلوب حول هاي الآية من العهد القديم أساساً بيكون ما بيحب العهد القديم ولا بيحب الحك فيه وبيشجع إنه ما نقرأ. مع العلم أنا بضل بقلكم لال ونهار رؤوا العهد القديم والعهد الجديد لأنه هني كتاب واحد. عهد قديم كتاب مقدس والإنجيل يا أخوتي مع بعض راهن على طول وعلى طول ممنوع أي كلمة تقول إنه إلغوا العهد القديم مثل ما البعض عبي يحكي هلأ أهمية العهد القديم بكل صورة بقلبه في الرب يسوع. واشرحتها قبل ومنشرحها دايما إن شاء الله. أهمية العهد القديم أنا بدي أقول لللي بدون يحكوا ويشرعونا بهذا النقطة أنه يرات عن جد بتقرؤ العهد القديم كله. ما فيك تشيل بس أي وتقول هاي هي. مع العلم حتى لو شلت أي وقلت بس هاي هي إلى تكملي وإلى تفسيره إلى معنى. ليس هكي أبني بنقعد بنصير نحكي إنه لا تصنع لك تمثالا ونحوط أو بنشره شوية علينا. هذا الأمر يا أخوتي الكاتوليك أو حتى الأرثوديكس من منع بدي أوثان لأن الأرثوديكس كمان بحطوا ويكرموا الأيقونة ويسجدوا قدامها. فهل إن يعبدوا صورة؟ شوف يا أخوتي. منرجع إذا هن يعتمدوا على هلأي هاي لا تسجد لها لا تصنع لك تمثالا بنفس الخروج. أنا سيجاوبوا الابتداء من خروج. لما هني عبي يحكم خروج بالأصحاح عشرين العدد عشرين. أنا ويقدر فوت ضغري أنا وياهن أقول لهم يا أخوتي فوتوا على الخمسة وعشرين. فقط هندغري فوتوا على العدد خمسة وعشرين أو الأصحاح مثل ما بحبوا هني يقولوا فوتوا على الأصحاح الخمسة وعشرين. وبلشوا من لما يوسيق الرب من العدد تسعة وقبل تسعة يكون مسكني وسط الشعب. ولما يقولوا لموسى اصنع لك تبوتا للعهد. ها هم بلش الله يخلق الإنسان هو اللي يصنع. وأطعوا الكهربا. سوف نكمل لكي تأتي الكهربا. حتى لو لم تأتي الكهربا نور الله أجمل. نكمل مع نور الرب طبعا. أكمل لكم هذا الموضوع الذي هو حساس وكثير جميل جدا. إذن الرب يطلب من موسى أن يعمل تبوت عهد. إذن كمل الرب على أساس. إنه ما بده الرب إنه نصنع لقالنا أي شيء. بيرجع أمر مباشر أمر مباشر من الرب. أصنع لك تبوتا للعهد. وبسيء إذا بتشوفي يا أخوة تفكير مؤمنين أوقات بيقولولي إنه أبونا. إنه زيقنا نحن وعم نقرأ هالتفاصيل الصغير الدقيقة اللي بيعطيها الله. كم سنتي وكم متر وكم إنش. وقداش بيكون العرض وقداش بيكون الطول وقداش بيكون العلو عن الأرض والإنخفاض. وقداش بيكون كم زاوية هاك حتى تياب الكهنة. 2 سنتي هاك بيكون إليك هيدا الكف لونه كذا وهيدا التوب لونه كذا. وبتلبو الجكات وبتشرح إنه هاي الأمور كلياتها. بأدق التفاصيل حتى بالرسمة المذهبة كيف بدا تكون. كيف العرق بدا يكون. كيف سمبلة القمح بدا تكون. كيف التمثال بدو يكون. أمر رهيب. تتعرفوا قداش الرب إله دقيق لهالقد لكل تفاصيل لكل فاصل لكل شعره براسنا. شوفوا قداش الرب دقيق بهيدا بهيدا الأمر. اللي عبي شكلك يا إنسان أنت وبطن أمك. قداش هالدقة بأقوال الرب بدا تكون لألنا. وبذات الوقت قداش الله بيسامحنا على كسرنا لكل الأمور اللي هو بيكون وموصانا فيها. طيب إذن بكمل لموسا بيقول له وعمول هيدا التابوت شكله كذا. وخيمة الاجتماع بدو يكون شكله كذا. وبنشوف يا أخوتي. إنه تابوت العهد بكل الأمور اللي كانت فيه من عصى هارون التي أورقت من الوصايا العشرة وغيره وغيره اللي محطوطين. وكمان على تابوت العهد بيقول إنه فيه الملكان اللي موجودين على تابوت العهد واللي مرسومين بطريقة دقيقة جدا. يعني صار فيه شخصين لو بمثلوا ملائكة إنما نحتنا تمثالين. ما هلأ؟ أنتوا عبتقولولي إنه الرب أوصى موسى أنه انتبه ما بتعمل لألك ومتسجد لها وما بيكون إلك ألا غيره وما بتصنع لألك لصورة من فوق السماء ومن تحت. كل هذه إلا سبب أخوتي وهو إنه من زمان الشعب على أيام موسى كان يعبدوا يعملوا تمثيل من الحيوانات ويعبدوها. كان يعبدوا الشمس في جماعات تعبد الشمس للأسف في بعض جماعات لهلأ. جماعات بتعبد القمر جماعات بتعبد النار وبتقرؤوا عنه وبتشوفوه لهلأ إذا بتفوتوا على المجاهل فيه جماعات تعبد الشمس تعبد الأمر تعبد النار تعبد حيوانات معينة إلى الآن موجودين هول. كيف عقيام قديم عقيام موسى بتقول للشعب إنه ما يعبده لأنه الشعب بوقته كان متأثر بكل الشعوب اللي حواليه. وكان يجيب هيدا العادات السيئة ويعملها وشفنا نحن كتير مع أخاب وإزابال والنبي إليا كانت تصير هيدا الأمر ويعبدوا الأوثان. فهون عاب يقول الله ما تعبدوا الأوثان أنا عابقلكم عبدوني لأله ونحن صرنا نعرف الرب الإله الواحد لأب والابن وروح القدس لهن إله واحد نعبد إله واحد. فلما نعمل أي أمر أي أمر يرمز أو يكون تكريما للرب عندها بتكون العبادة محمودة وبتكون الله مبسوط مننا أنه نحن عم نقدم هيدا الأمر للرب وأكبر إثبات. الوثانيين وعبادة الأصنام والملحدين وعباد الشيطان كمان بقدموا بيعطوا تقدمات للإله تابعهم. طيب إذا هلأ واحد من عبادي الأصنام بوضة مثلا بالصين قدم خروف لبوضة لهذا الحجر هيدا قدم خروف. ومتقى أنا الإنسان المؤمن هون إيه بلبنان اللي قدمت خروف لمزار إمنا مريم العدرة بحريسة. بكون أنا عملت مثله كمان؟ بكون أنا عملت أمر غلط وقدمت للحجر؟ لا. أنا قدمت للرب. هيداك عب أقدم بكل نفسه وبكل فكره تقدمة وثنية لحجر. إنما أنا عب أقدم للإله الرب الحي الذي لا يموت بمزار معين قدام تمثال إمنا مريم العدرة اللي بيرمز لأمنا مريم العدرة الأم اللي ولدت لإلنا المخلص اللي هو الله. أنا عب أقدم لأله. هيداك عب أقدم للوثن. وهي دي كتير بتفرق يا أخوتي. اليوم بدي أقول كمان أكتر من العهد القديم وأمر صار تحديداً من نقرأ وإذا اللي مش سامع عنه يفوت يقرأ كمان عن الحية النحاسية. شوفوا قداش مهمة الحية أنه حاسية اللي كمان كانت وقت أيام النبي موسى. هون بفوت أخوتي على سفر العدد يريد تفتحوا سفر العدد بالعدد 21 واللي كمان بيعرفوا بالإصحاح 21 ترمع بالشارعونة الإصحاح الواحد والعشرون. بلنا نشوف هون بالعدد ستة بل شو شو بيقول شو بيقول حرفياً. فأرسل الرب على الشعب الحياة المحرقة فلدغت الشعب فمات قوم كثيرون من إسرائيل فأتى الشعب إلى موسى وقالوا قد أخطأنا إذ تكلمنا على الرب وعليك فصلي إلى الرب ليرفع عن الحيات فصلى موسى لأجل الشعب فقال الرب لموسى اصنع ركزه قال الرب لموسى اصنع لك حية محرقة وضعها على راية فكل من نضغ ونظر إليها يحيى فصنع موسى حية نحاسية ووضعها على راية فكان من لدغ بحية وأتى ونظر إلي الحية نحاسية يحيى الحية النحاسية وضعها على راية هاي الحية نحاسية هيك بتكون هاي الحية كلنا بنعرف شكل الحية موسى يدعون موسى موسى كيف يضعها على راية فكرة موسى يدعون هذه النحاس وقالوا مثلهم موسى يسمونه الصارية يعني مثل هاي مثل هاي حتى وحتى وحتى هاي حتى موسى صارت شكله صليب يعني مثل ما حدا يشارع صار شكله الصليب اضعوا انت عملوا سارية تضعوا عليها الشكل مثل ما قالوا موسى هاي حتى صارت في هذا الشكل اوكي وهذا الشكل اللي اخوتي يجيب موسى كمان حية من نحاس على هذه الحديدة اللي عملها يجيب حية من نحاس بيعملها ويحطها على هذه الصاري صار عنا بالصحرة من قبل الرب يسوع بمئات السنين صليب صار يوجد صليب بامر من الرب بإلهام ونعمل وكل الناس اللي كانت تلتغوا حية او يمرض يجي يوقف قدام الحية النحاسية اللي هي على شكل صليب ويشفى وتخيلوا معي كمية الناس اللي كانت تمرض او تنعقص من عقارب او حيات وتجي وتوقف قدام هيدا الصليب النحاسي الحية النحاسية بوقتها الصارية الموجودة اللي عملها موسى اللي بدوا يقول لي بس ما كانوا يركعون بلا كان كلهم مرضى وما كانوا قادرين انه يوقفوا كانوا يهدون ويجبون عليهم حرارة وحمة وكانوا يجوا ساجدين زاحفين امام الصليب مش بس ركعين زاحفين ساجدين وكانوا يشفوا لأنه ما كانوا يكونوا ساجدين وراكعين وزاحفين الى امام هيد الحديد لا كانت تكون الى ما يرمز ويمثل واعطاء الرب لهم اصبح كانوا زاحفين وساجدين امام كلمة الرب اللي اعطيت لموسى وعمل هيد الحية النحاسية فكانوا يشفوا انه ساجدين امام كلمة الرب المتمثلة بهيد الحديد النحاسية اللي كانت معمولة متل الان نأتي ونسجد امام الصليب اللي كمان بينتقدوا ولو عبتجوا بتسجدوا قدام خشبة يا حبيبي هيد الخشبة صارت رمز للب ايماننا صارت بها الخشبة نحنا خلصنا الرب يسوع وانصلب عليها فنحن نسجد للمسلوب امام هذه الخشبة التي تعني وترمز خلاصنا السفينة اللي قطعنا فيها من الخطيئة الى الحياة الابدية الى الحرية من العبودية الى الحرية ومن خطيئة الموت الى الحياة الابدية بهيد الخشبة اللي هي الصليب اللي صلب عليها يا ربنا يسوع واللي عبتن تقدو كمان انه عم نسجد قدامه وعم نكرمه عم نكرم شو عم نكرم اللي كانت سبب لخلاصنا اكيد يا أخوتي خلينا نفكر كتير منيح بكل كلمة بتنقلنا وكل عمل عبادة بنعمله وكلة كريم لما احنا اليوم عم نسجد للصليب ما عم نسجد لأي خشب أبدا ما عم نسجد لأي حديدة عم نسجد لرمز اللي نحنا صار الصليب الذي به خلصنا وعم نكرمه بالتأكيد هذا الرب يسوع خلصنا عليه ومع ليه كمان على أيام النبي داود وإيام النبي سليمان لما أعطى الرب الأمر ببناء الهيكل وبلشوا يبنوه بالطريقة اللي بدوا إياها الله شو كان فيه بقلبه حتى بقلب خيمة الاجتماع من قدس الأقداس للتمثيل للكاروبيم للساروفيم اللي كانوا معمولين بطريقة على تمثيل عفوا كانوا معمولين تمثيل وكانوا يفوتوا ويسجدوا أمامه إلى ما تمثل وترمز لك حتى النبي داود دخل وركع وسجد هو هيك بيقول فنبي داود بيقول دخلت بيتك وأمام هيكل قدسك سجدت بمخافة هيدا النبي داود اللي كان عم بمثل كل شيء وبيعرف كل شيء ومزاميره وبيعرف إنه موسى وشوهن الشرائع وشوهن الكتب الخمسة وبيعرف الأسفار وبيعرف الأي اللي بتقول لا تسجد لها ولا تعبدها وبيعرف إنه هيديك معناتها آيات للوثنيين معمولة وآيات إنه ما نسجد لتمثيل وثنية إنما أنا الآن بدخل قدس أقداسك يا رب وأركع أمامك يا الله لأنه هون أنت موجود بكل مكان أنت موجود بعدين فهمنا نحن اليهودي كان فهمنا إنه الله موجود فقط بالهيكل ويجدد له فقط بالهيكل بعدين نحن عرفنا على ضوء القيامة وضوء مجيء الرب يسوع إنه الله في كل مكان وفي كل زمان الله أمس واليوم وإلى الأبد وين مكان بتسجده الله موجود أخوتي بفتكر حكيت بطريقة كافية وشافية للي عم ينتقل نعم نعبد تمثيل فنحن اليوم بأي وقت لما منسجد قدام تمثال للرب يسوع أو أمنا مريم العدرة منعرف إنه هذا معمول بإيد إنسانية إنما منعرف إنه تبارك مجرد أنه يكون مخصص ومكرس للرب يسوع وأمنا مريم العدرة وللكنيسة بما يرمز ويمثل فهو يرمز ويمثل إلى الرب يسوع إلى أمنا مريم العدرة إلى الإدسين اللي نحن ننحميلهم لرسلتهم لإيمانهم لقدسيتهم اللي الله أدسهم واللي الله جعلهم إدسين بكل ظهورات أمنا مريم العدرة والرب يسوع ما قال أبدا أبدا أنا زعلان لأنه عبتسجده ولأنه عبتكرمه وعبتعمله للتمثيل على إسمي أبدا منه زعلان هذا تكريم لأمنا مريم العدرة للرب يسوع ولقدسيه هول قدوتنا هول نحن هيدا إيماننا بعدين يا أخوتي الرب يسوع بكل ظهوراته ما كان يجيب سيرة هيدا الأمر والشيطان رح يحاربنا وعب يظل يحاربنا من أجل أنه ما نكرم أمنا مريم العدرة وما نكرم الرب يسوع لا بتمثيل ولا بغير التمثيل التمثال اللي أنت يا إنسان عبتطلع تسجل قدامه بيقلك أي أحد من غير أديان أو حتى مسيحيا بس ما بيقامن هايك ما عرفك أنه هذا للرب يسوع؟ هناك ناس يتقلوننا كثيرا ما عرفكم أنه هذا صورته؟ ما عرفكم أنه هذا هو؟ لك يا أخوتي خلينا نكون حتى إذا أنا بدي أحكيكم بعقلانية ليس بإيمان بعقل الصور والفن موجود من أيام زمان والنحت والفن موجود من أيام زمان ما قبل الرب يسوع ومن مريم العدرة واللي كان يرسم صورة لواحد وتظهر شخصيته كان يطلع شخصيته هو زيته كان فيه رسامين يرسموا صور ملوك يرسموا صور إدسين كانوا موجودين والرب يسوع صورته ظهرت بعدة محلات أهمة بوقت الصليب بوقت درب الصليب بالشقفة الرب يسوع موجود صورته فما حدا يبلبلكم إيمانكم من وقت الصليب من وقت مكان ريح الرب يسوع وحامل صليبه قال ديسي فيرونيكا أجت وحطت الشقف اللي عبتمسح له عرقه للرب يسوع عبتمسح له عرقه فطلعت صورته على هيد الشقفة ومن زمانه على أيام الرسل كان فيه ناس يجوا يرسمون وكان فيه رسامين مش مشكلة هلأ هيدا الأمر يعني هيدا حتى علميا مسبد أنا عبقول كل إنسان يصنع أي أمر تكريما للرب الإله هو محمود وهو مكرم وهو معه حق فيه لأنه أنا عب أعمل هيدا التمسال وهيدا الأمر وهيدا التكريم وهيدا البخور للرب يسوع طيب يأخدوا إيمان حتى البخور؟ البخور الأوسان بتستعمله عبادي الشيطان بيستعملوه ونحن بنستعمله والملحدين بيستعملوه إنما الهدف لمن يستعمل لشو عب تستعمله لمين عب تستعمله؟ هيدا هو السؤال لمن عب تستعمله ولشو عب تستعمله عب نستعمله للرب الإله أصبح مقدس لغيره من passionate هذا التمثال اللي عبتعمله انت لتكريم امنا مريم العدرة والرب يسوعه ادسيه اصبح مقدس لغيره اصبح منه مقدس انتهى الموضوع هيدا هو اللي بدنا نقوله نسجد للرب الاله الحي اللازل يموت بما يرمز وبما ترمز هيدا التمثال وبإيماننا وبقوة إيماننا وبحناننا ومحبتنا وطلب الغفران مشان هيك نسجد ومنركع ومنحط راسنا بالأرض يا رب اغفر لي انا الخاطئ يا رب يسوع المسيح انا الخاطئ يا رب اغفر لي وان ما كنتوا عبتعمله هيدا الامر وقدام شو ما كنتوا عبتعمله الرب بيغفركن والامر بيصير مقدس طبه كتير منيح لعبادة الرب الاله السؤال هو لمن نسجد ولمن نركع ولمن يرمز هيدا التمثال او هيدا الايكونة حتى وما منقول عم نرسم الايكونة منقول عم نصلي الايكونة لهالدرجة الامر مقدس واللي كان حتى بداية عمل المنحطات اللي هي مصدرة ورايحة الى الرب وعمل قداسة بالكنيسة وبالمعابد اليهودية حتى من زمان وبالايكونات اللي ترسم كان يقوله عم نصليها كان يصوم الانسان اللي بده يصنعه امكان تمثال او يكونة يصوم عدة ايام يصلي 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 تروح الرب اللي تكون عبتشتغل بايده الروح القدس يكون عبتشتغل بايده وفي كتير كلام سيمحون يمكن الناس كتير امور تمان اولى بتثبت الامور اللي عب اعملها واللي عب اشرح عنا تجاه انه الكنيسة الكاتوليكي والكنيسة لا ما بتعبد الحجر بتعبد الاله الحي الذي لا يموت وبكل شي نحن بنحطه تمثيل او ايقونات هو من تمثل بما قلته انا لقلكم وحتى بطلب من الرب شخصيا وقالت انا بالعهد القديم من حية موسى الى تابوت العهد الى الهيكل الى كل الكنيس اللي عب تصنع بوحي من الروح القدس ما تخافوا او ايمانكم ويريد اي حدا بيسأل حول هيدا المواضيع تعرفوا تصيروا تجاوبوه في كتير فيديوهات مثل هيدا اللي انا عب اعملها بينحكى بعد كتير امور ما تحتلوهم خلوا ايمانكم اوي وهي انا عب اعمل هيدا الفيديو انقطعت الكهرباء مرتين وعب تشوفوا شو عم بصير والشيطان عب يحربنا تما نصنع بعضنا بقوة الرب الاله سنصنع سنصلي سنسجد سنعبد الرب يسوع بالصليب بالايقونات بالتمثيل بكل شي صلوا 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 وما تعطلهم قولوا يا رب يا عدرة يا مار شرب الى يا مار ليس يا مار جريس الدسين موجودين معنا متخافوا الرب يسوع موجود معنا شافة امنا مريم العدرة السماء مفتوحة لقلنا متخافوا 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 امين اسم الرب يسوع